أستعد دائما بلقائكم مشاهدينا في هذا العدد المتجدد من حصتكم التي تأتيكم يوميا وعلى مدار شهر كامل على قناتكم النهار وفي نفس التوقيت للحديث عن كأس أمم إفريقيا عن المنتخب الوطني وعن باقي المنتخبات اليوم سنتحدث بصخب عن المنتخب الوطني عن مبارته الأولى عن التعاصر أمام أونغولا وننتحدث أيضا عن مباراة منافسية الخضر منتخب بوركينا فاصو الذي فاز بهدف دون رد على منتخب موريطانيا لإثراء الحديث أكثر أسعد دائما باستضافة نجم الكرة الجزائرية فيصل بنطلعاد ولسابق غني عن التعريف مرحبا بك شكرا كابتن وأنا جد مصرور متواجد معك ألف مبروك يا كابتن تستهل كل خير شكرا لك سي فيصل بنطلعاد قبل الحديث أو التفصيل أكثر عن مباراة الخضر نسمع التقرير التالي للزميل عبدالله بالغرب الذي تحدث عن المباراة عن أهم النقاط التي عاشها المنتخب الوطني في أول مباراة هل انتهت صلاحية والقائد رياض محرز مع المنتخب؟ هي تساؤلات كانت محل أحاديث سرية لمحبي الخضر بالنظر لوزن نجم سيتي سابقا في المنتخب الوطني ودوره كقائد للفريق غير أن تكرر سيناديو عدم تقديم محرز للإضافة مع المنتخب منذ أزياد من سنة كاملة حتى لا نقول منذ هدفه الحاسم في كاني مصر أمام نيجيريا جعلت الجماهير الجزائرية تجهر بما في داخلها انتهت صلاحية محرز مع المنتخب وآن الأوان لمنح الفرصة لأسماء أخرى تدريجيا لا يختلف إثنان أن كرة القدم تمنح لمن يعطيها ولا ترحم ولا تهتم بالأسماء فالعاطفة مفقودة في كرة القدم وشعارها الأزالية البقاء للأفضل وهو الأمر الذي حاول الناخب الوطني جمال بن ماضي التحايل عليه في السنوات الأخيرة إلا أن وقع الميدان يؤكد بأن العاطفة ومسيرة النجوم قد تضحي بالمدرب في حال لم يتدارك الأمر بعدما أضحى إجلاسه محلز على كوسي الإحتياط مطلب حتى كبار النجوم العربية العاشقة لنجم ستي سابقا وعارب ما أنا بقول لك ده السنسل اللي عبيبقى عند المدرب واللعيد النجم الأول أو السوبرستار بتاعه بالعلاقة ما بيه علاقة حساسة شوية فييجي يقول له القاعدة أن أنت لا تمس بس الكل قاعدة استثناء الاستثناء بتاع النهاردة كان لازم يتنفذ قال له وهو تعالى جنبي ليه؟ أنا قلت لك هو بيلعب على الوقت نعملش سبريلت ما بيحاولش فتعالى جنبي إنت شوية تعالى أنت والناس اللي نزلتك ناحية الشمال اللي أصلا مركزك اللي أنت تجيد فيه اللي ناحية اليمين عشان السوبرستار بتاعك تعالى إلعب مكانك تعمل خطورة هو حال الحياة في المقام الأول وسنتها التي لا يمكن تحديها فمحرس يبقى النجم للمنتخب الوطني قدم الكثير وبإمكانه تقديم المزيد لكن دون وضعه كنجم فوق العادة فالميدان يعترف بمن يمنحه فقط بعيدا عن رنة الأسماء يلا كابتن زميلا وليد ويوسف أراد أن ندخل مباشرة في صلب الموضوع كانت تقرير هذا بخصوص محرز أداءه مخيب مع المنتخب الوطني انتقادات من هنا وهناك تقييمة نقول رياض محرز شي أول مباراة لهم في هذا الوقت اليوم صحيح وش رك تكلم وصحيح وش الفيتيار هذا اللي داره اليوم شفنا خيبة كبيرة على محرز لي ما ظهر في المستوى يعني كالعادة نفس الشي نتسأله كابتن أنا قدر نقول لك نفس الشي على عطال مستوى ضعيف ضعيف جدا عطال محرز مستوى سيء نفس الشي شعيبي شعيبي لي كان نفس الشي ما كانش في المستوى أنا قلت هنا في هذا البلاطو وتكلمت عدة مرات وسط ميدان هو مفتاح المنتخب الوطني كابتن تقول شعيبي ما كانش في المستوى ونشوفه النتوج بلا قربة أفضل لاعب والله يا كابتن بالك ما شفناش كيف كيف كابتن ما شفناش المباراة كيف كيف معنا أنا بسيفتي يعني شفت المباراة أنا ما زل ما فهمش كيفاش عطاله أحسن لاعب لا يستحق هذا اللقب لا ما يستحقاش كابتن لماذا؟ لا لماذا ما كانش في المستوى ما كانش في المستوى كابتن ما كانش في المستوى لا لا أحسن منه كان بالليلي كان أحسن منه شفنا في المباراة اليوم بالليلي قدم يعني مرضوض جيد جدا في المستوى والتغيير ما كانش في المستوى كابتن ما كانش في المستوى شوف روحه حبه حبه نوحه حبه حبه نفس الشي على رياض محرز احسن لعب في افريقيا وما بين احسن لعبين في العالم محرز قيمة تابتا ولكن في هذه المباراة يعني ماوش يقدم يعني سيبا كيفاش يقول لكابتن ماوش هو اللي يرفض المنتخب لازم احنا المشكلة في الجزائر وشنو هي كابتن يخصنا الليدورشيب الليدورشيب في المرحلة هذه عندما تكون الفريق مايكوش يعني في احلى اوقاته انا تسيب محرز 90 دقيقة ولا شي تسيبهم واحدة اتنين يعطيك كورة سلام عليكم قتل المباراة تكلت على النقطة خلينينا نقول لك انه محرز لاعب من طينات الكبار ممكن في اي لحظة من المباراة يقدر يقلب لك الموازين شفنا محرز امام نيجيريا في كان 2019 كيفاش سجل في الدقائق الاخيرة اليوم البعض ينتقد رياض محرز عن المردود لكن من الصعب انه جمال بالمواضي حتى نقام بالمواضي من الصعب انه يغير رياض محرز وميديروش في التشكيل الأساسية لانه رياض محرز بإمكانه في اي لحظة يغير لك المباراة يقلب لك الموازين لا كافتن باش يحطوه في البنك لا مستحيل كافتن يعني انسان يكون واقعي لعب من طيراز محرز تحطوه في البنك أنا نجي ضدك أنا نجي ضد المدرب لا مستحيل كافتن هذا يعني سيتامونك دوريس فيه هذا يعني لازم الإنسان تقادره ومد الكرة الجزائري وقادر يمد في مباراة تانية والتالتة لا نهضره اليوم على هذا المباراة ندعو نشربه قهواء ونحكيه وكابتل لا لازم نرفعه المستوى ما كانش في هذا المباراة ما كانش في أحلاء أوقاته ولكن ربما الوقت ولا المباراة ما كانش ما تخلش في المباراة ولكن قيمة تابتها محرز ولكن نقوله ونعوده ما كانش في المستوى في هاد المباراة باش نقول لك انا يحطوا المدرب في البنك موزين للمنتخب الوطني يعني موش يكون في يعني موش صالح في المنتخب الوطني ولكن شفنا انا نروح معك بعيد كابتن نزيد نروح معك بعيد كيف يعني لعب من طيراز عوار ما يكونش اساسي كابتن انا ما زل ما فهمش كابتن يلعب لايس روما مدرب تاعه مورينيو وما يتسيبه يجي في الجزائر ما يلعبش انا هدوه المشكل كابتن لعبنا مباراة هنا يمكن مع الصومالي ليفزنا فيها روحنا مع الفريق الاماراتي مع فريق المصري في الامارات ما كانش ما كانش عوار علياش النقطة ليستفاة اخطأ بالماضي في التشكيل الاساسية اخطأ ضيع المباراة كابتن الشوط الاول 100% ولكن ضيع المباراة في الشوط تاني ضيع المباراة اخطأ في التشكيل الاساسية نقولك انا كنا فايزين في الشوط الاول كنا فايزين مليا ولكن في التغيرات كابتن تغيرات كيف علش تخرج لي بالليلي. هو راه ومليح خليه راه ومليح راه ومليح كابتن. بالليلي قال أنه بدنياً هو في تصريحات للناخر الواطنين جمال بالماضي قال أنه بالليلي بدنياً التعب مع نهاية المباركة وهذا شيء أمر طبيعي. كابتن كنا نستفادوا منه كابتن. كابتن كان هو كيفاش يقول لونفورت على الفريق الواطنين كان هو في الوضعية كابتن. اشحلم الفرصة كانت في رجل محرز في رجل بلاليوس حوالي واحد ثلاثة ولا أربعة في شوط الأول في شوط تانية نفس الشيء. ولكن كابتن احنا المشكلة وشن هو أنه وسط ميدان. كابتن نروح ونروح ونرجع لك الوسط الميدان لي مكان شي دور. خليني قبل الذهب إلى وسط الميدان كابتن نبقى مع رياض محرز مع الله معهد اللعب كيفية التعامل مع النيجم مثل رياض محرز. هل اليوم بالماضي لازم يكون عنده الشجاعة في اتخاذ قرار أو الجرأة كما قلت في اتخاذ قرار أنه محرز ممكن نقعده على دكة البودة. لا. وندير تشكيله أخرى أم أنك تشوف فيه طرق أخرى للتعامل مع نجم ممثل. لا لا فيه طرق أخرى كابتن. هذا لعب منتراز عالي. ما قدرش. يا كابتن ما أنا إنسان يكون واقعي وكرة القدم ماشي مجاملاته كل واحد تعطيله حقه كابتن. شوف كابتن. محرز من أحسن لعبين في أوروبا. من أحسن لعبين في إفريقا. مفروغة منه. ولكن ضيع مباراة باش حطوه في البنك. لا مستحيل كابتن. ما لا. ما لا وش لي ضيع مباراة ما نغيره فريق على جاله. لا كابتن. محرز قيمة تابتة. أوكي. ملعبش مليح. ضيع المباراة. أول مباراة ضيحة. نفس الشي عالطالي ما كانش في المستوى. ما قدمش كان لازم يخرج رياض محرز. نعم. نعم. كان لازم يخرج في هذه المباراة. لأنه علاش مكنش. مش فيناش يعني. يعني نقوله يخدعنا. يخدعنا بوحدة والابتنين. قال هذا رح يرجع في المباراة. يرجع في المباراة. ولكن ما رجعش في المباراة. قعد نفس الريت متاعه. نفس الريت متاعه. ولكن نقوله محرز قيمة تابتة. كان قادر يخرجه حوالي 15 قيقة الأخيرة. يقدر يغير. عادي كابتن. هذا منتخب. والمنتخب فوق الجامع. ولكن باش نقول لك محرز. تسمعني مليح كابتن. باش محرز مباراة تانية نحطها في البنك. لا أنا أنا ما نوفقكش. وما نوفقش الجمهور. وهذا الشي غالط كابتن. غالط مية في المين. محرز قيمة تابتة. أوكي. ضيع المباراة. نقول لك كابتن. ضيع المباراة. كان قادر المدر في الشوط التاني 15 قيقة الأخيرة. يغيره. ما في مشكلة كابتن. هذه هي كورة القادمة. مش فينا لعابين كبار وخرجوا في الشوط التاني. كابتن. لكن أين هو المشكل؟ أنه لاعب. مثلا. محرز أو أي لاعب من درجة الأولى. ما يكونش فيه مستوى. يجوز فترة فرق. يقعد على دكة البودالة. هذا لا يعني أنه محرز لاعب لما لاعب ضائم. أكيد أنه محرز لاعب كبير. ويبقى لاعب كبير. لكن يمر فترة فرق. ممكن. كغيره من اللاعب. كغيره من اللاعبين. يقعد دكة البودالة. يا كابتن. نرانا في دورك. سفريقيا. قعدونا تنين مباراة. والسلام عليكم. ينجوزه أو ما نجوزه. ويش تنحي هذا ويش تنحيه. رأنا نلعب هنا في شمبينات زيار كين 30 مارك. كين زوج. قعد سلنا بوركينا فاسو والمريطانية. وينت نحيه كابتن. مباراة تانية قلبك قاعد المباراة وسلام عليكم. بعد نقول له قاعد محرز محرز محرز. صحيح. أنا عن بيس يا كابتن. شبيك. أكيد. هذه المعطائر الترية. سلولي كابتن. غير بالعقل. سلولي. غير بالعقل. شوف هذا منتخب. منتخب فوق الجامعة. إحنا ما نتكلموش كما كان يتكلم مقبيلة في الفي تير الإنسان هذا. قال لك محرز. ما شبيك يا صاحبي؟ أوه. أوه بالعقل. قال ميراح. محرز من طيار عالي. سيبري. سيبري. صح. اليوم ما كانش في هذه المباراة صحيح كابتن. أنا قلت لك. وش أنا يتكلم. قلت لك كان قادر المدرب يخرجه في 15 قاعدة آخيرة. ولكن من ننسوش كابتن. محرز قيمة تابتة يقدر يغير لك المباراة في أي لحظة. ولكن شاف المدرب. قال لي ما لازمش ولكن إن أدموا الناس عندما دخولاً ما قدمش الإضافة أي واحد يقول لك إن أدموا الناس صنع لذا وقت اللازم يدخلوا بخمس دقيقة وعشرين دقيقة ونقروا لك من قدمش الوقت اللازم، لا Cage كافتن عندما شهتها لا شوف, نعطيك على سبيل عندما تخل لعاب تاحهم لي سجل لعاب لي غير المباراة رقم الله غا نسيت يا ربي لي تخل لعاب في شوة تانية تخل غير المباراة واش نقول اعطال اضافة كابتل في كل مرة نتحتو تتحدث على التغيرات المباراة بكل صراحة خسرناها بسبب الناخب الوطني جمال بالماضي ما وفقش في الخيارات التاعه في التغيرات هو اللي اتعادلوا في المباراة لا لا كابتل لا لا شوف ما وفقش في التغيرات التاعه اوكي بصح باش نقول لك هو اللي خسرنا ولا هو اللي اربحنا با اكيد احنا نتكلموا احنا نتكلموا على الخيارات شوف في التغيرات كابتن لان عوار علش ما تخلوش من قبل كابتن انا هدية ما فهمش انا انا في هذا البلاطو هنا في قناة النهار تكلمت عيدة عوار ما يلعبش كابتن واليوم تلعبه تعطي عشر دقائق يا كابتن عالبليس انا هدية اللي ما زال ما فهمش عوار من طيراس عالي لعب قيمة تابتا قيمة حوالي خمسين مليون يورو ما يلعبش في المنتخب الوطني انا عالبليس يا عوار يا كابتن قطلك عوار يا كابتن يا عوار طيراس عالي يمدلك الاضافة في هذا المنتخب في هذا الدورة اليوم الحتاجة وفي هذا الدورة كابتن لعب ممتاز مبيز شوف يلعب في الهجوم ويلعب في الدفاع يقدر يطلع ويقدر يهاجم ويقدر يرجع للورا كابتن خلينا نسمعوا تصريحات اللعبين بخصوص بعد المباراة للهزيمة شفنا انه كانت عندهم تصريحات البعض قال انه صحيح انه التعطر مر وصعب تعادل لكن ليست نهاية العالم ويقدر يصبع في هها المباراة لمتمكننا نصحوا المصر ولد إذا يمكنك إضافية التصريحات اللعبين بعد نهاية المباراة اللعبين المنتخب الوطني ورباء المعام في هواف هل تعرف على ق準備 3ات Relroid وانه عاوه كما يمكن بفرقياه، فكرة أخرى موجودة. بعد أهل نحوال الكثيرات المالتعامة الاجتماعية فعلن نعيد على طلب سياسيين سيتيم غير Rhوني موجودة ومن ثم نزعيز على ويستر المشارة ومن ثم في القضاء على الرحلة ومن ثم سينيح أن نقل لن يحرق فريقيا على أفريقياً كما أنه ينفي تفوضي يجب أن يجب أن يجب أن يتعلقونوا على على قد أعطيتكم نقال مجال في نساط البدن نقال مجالك في نساطا نساطا ل بدخل Sتيارين نسبة في نساطا انه يجب أن نساطا يجب أن نحو الأن وحتى نشك في قريبا، أكبر باعتد على ذلك قريبا، لا، 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 على الأمر نشك، حاليا، نعم، يجب أن نكون قد يسعده، يجب أن نحسن من في المفترضين ويضعب هناك بشهر على المبكرة مع مقارنكه. لا، صعب لدينا، نحاول كتوعم، نحاول بضعب ومثل الشباب، بعض التقيقية، فهل إذاً وضع جيدا، لا أبعد خطعنا فلا وين تيضمت خلالة يز stabil جديد فلا وانن نحن نعقد خطا من موايضة لأنه انه يجب التحرق لليجب الاستعداد الناس ونحف ونحف وضع يستيقض للمشاهدة نعم 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 نحن نعم 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 ولننا جمعون جميعنا ذكرنا إلى الم شوط كما قلتنا PM ما نعطق قبل البشرة ونحف نحف 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 ونحف 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 وفن قد حفظ لنحف يصل على التشغيل شكراً لكم نربحوا اليوم ما كنا حابين بنربح وفرحوا الجامعة ما يرتاوا عنهم كانوا يشتنون اليوم باش نفرحوهم لكن اليوم كتبت قش نربحوا ان شاء الله الأخطاء اليسرى الى اليومسم وما يسراوا من المباريس جعيين نصلحوهم مع المدرب في التامهار ان شاء الله وعدنا الوقت فريد نرجع او قوة او واشاء الله فيصل بن طلعك انت هذه صريحات لايبي لمنتخب الوطني صحيح أنه نعيش نوعا من الضغط خاصة بعد الإخفاق في كان الكاميرون والسيناريو مماثل نحسوا اللعبين أنهم وعيين معنويا محفظين المباراة التانية لكن ما تشوفش أنه النتيجة في هذه المباراة والسيناريو كان الكاميرون وحتى الإقصاء من تأهل المونديال ممكن يأضطر علينا في هذه الدورة لا ما نظرش كان اللي فاتت خرجنا في الدور الأول يعني تغيرت المعطيات كابتن لعبين محترفين ممكن لعبين محترفين لعبين مستوى عليه شوف كيفاش يتكلمه يعني تضامن مع المدرب أول شيء كيفاش يتكلمه عن المدرب يقول لك احنا المدرب وعطانا نصايح وعطانا وعطانا أنا نظر أن سيساله جروب المنتخب الوطني ونصل الفريق تحنا قادر يرجع في أي وقت نتمنى إن شاء الله احنا لازم نكونوا ضد وراء المنتخب الوطني لأن منتخبنا قادر يعني يفوس في مباراة تانية ولكن اللعبين هدونا نفسيا متأثرين كابتن ستكون بوطولة مباراة تانية تكون صعيبة ستكون صعيبة جدا جدا يا كابتن قبل الحديث عن المباراة الثانية أمام منتخب بوركينا فاصول ستكون أكيد صعيبة أمام منافس فائز في أول مباراة لا ننساش كابتن بك سمحني قاطعك كابتن فريق البركينا بي يعني كل دورة يوصل حتى النصف نائي أكيد مدة فريق قوي أربع كؤوس الأخيرة أنا متفق معك فريق البركينا بفريق قوي لكن قبل أن تكلموا على التشكيلة أنا أبقى مع المنتخب الوطني تشكيلة كنا تحدثنا عن وسط الميدان تلك ما تكلمنا عن الهجوم قتلي أنه أخر قتلي خروج بغداد بونجاح خروج بالليلي كان مبكر أنا تحدثوا على وسط الميدان لكن كل هذا بعد فاصل فاصل المشاهدين ونواصل مشاهدين كنت توقفت معك كابتن في الحديث عن متوسط الميدان كنت تحدثنا عن الهجوم كنت انتقت خيارات الناخب الموطني في التغيير كنت أنه الوقت غير مناسب وتحدثت على وسط الميدان كنت أنه شيبي ما قدمش الكثير في المباراة تشوف أنه شيبي ثلاثية شيبي بن ناصر وبن طالب ما كانش موفقة في أول مباراة نقوله كابتن شوف شوط الأوي الأول كانوا في المستوى يعني قدموا مرضوط جيد جدا نقول لك ضيعنا الفوز في شوط الأول يعني كنا قادرين نسجلوا في أي لحظة في شوط الأول كانت عدة فرص من طرف بالليل اللي في عودة قوية قوية جدا وأنا جيد مصرور بهذا اللعب لأنه أعطى أعطى الاعتبار تعب الماضي لعود أعطى سيدعاء هذا ثاني شي كابتن شوفنا المرضوط تعشيبي ما كانش يعني ما بين الهجوم ما بين الدفاع وسط الدفاع نون كانت أقول شي بي كانت أبعد بين الخطوط ببعيد بزاف كابتن دي أنا شوف الخصب كان يطلع تمتم يلحق يلحق يلحقت الوصل الميدان تمتم يعني كانت المسافة شي بي كان يلسق في الإزارة وليسق في الهجوم أنا نظن لو شي بي رجع الوارة وبن طالب تقدم أو بن ناصر تقدم كنا قادرين تضغطوا عليهم كابتن كابتن سأعود لك بالحديث والتفصيل في هذا المجال وقبله سأربط الاتصال بالزميل كمال مهوي المتواجد أمام فندق أو مقر إقامة المنتخب الوطني كمال مهوي أهلا بك المنتخب الوطني صحيح أنه تعصر في أول مباراة تعادل المنتخب البوركينة بفاز الأمور بدأت التضح كيف تشوف المنتخب الوطني حضوضه ما زالها قيمة أكيد وكيف تشوف الناس لا يتنتقد اليوم في النخب الوطني والمنتخب الوطني تفضل كمال أكيد فاتح يعني منتخب بوركينة فاصو اعتلى ريادة الترتيب المجموعة بعد فوزه الصعب اليوم أمام منتخب موريطانيا الذي أبان عن وجه طيب هو الآخر وأكد أنه ورقة صعبة وهمة في هذه المجموعة ولا يجب الاستهانة به لأنه في آخر لحظة ضربة جزائي يعني لاقت غضب واستنكار المناصرين الموريطانيين ضد الحكم المغربي الذي أعلن عن ركلة الجزاء التي كانت ربما مشبوهة وعاد سريعا إلى الفار عكس ربما الحكم سينيغال يوم أمس في موراة الجزاء الذي لم يكلف نفسه عن التنقل إلى الفار ومراجعة اللقطات خاصة لقطة إسلام سليماني وأيضا لقطة سمعين بناصر يعني لقطات كانت تحتاج على الأقل إلى ذهب إلى الفار ومراجعتها للحكم عليها إن كانت ضربة جزاء أو لا عكس اليوم الحكم المغربي الذي منح ضربة جزاء لمنتخب بوركي نفسه في آخر الدقائق ولأنه لا شيء لعب في هذه المجموعة بما أن هناك مبارتين متبقيتين منتخب بوركي نفسه صحيح يعني بدانية اليوم ظهر جاهزا لكن من الناحية الفنية ليس بالمنتخب الكبير الذي تخشاه الجزائر يعني أول عدو للمتخب الوطني هو التوقيت يعني حتى مدرب منتخب بوركي نفسه كانت خوف اليوم وحتى الصحفيين استاءوا من برمجة الاتحاد الإفريقي لكورة القدم في مباريات على الساعة الثانية زوالا هنا في مدينة أبواكي الذي تكون وقت الظروة يعني تصل حتى 37 38 و39 درجة هناك خطر على حياة اللاعبين لا أدري إن كان الاتحاد الإفريقي يعني من المسؤولين على برمجة هذه المباريات لأنه نعرف أن منتخبات أخرى تلعب على الساعة الثامنة وعلى الساعة الخامسة بالمقابل منتخبات أخرى تلعب على الساعة الثانية كما تحدثت على منتخب موريطانيا موريطانيا قدم مردود جيد في أول مباراة بكل صراحة كامل ما شوفش أنه اليوم المنتخب الموريطاني حرمه الحكم على الأقل من التعادل أكيد منتخب موريطانيا يعني أدى مباراة كبيرة يعني وكانت له فرص سانحة للتسجيل رغم أنه تموقع كثيرا في الدفاع دون أن ننسى الحارس المرمى على منتخب موريطانيا اللي كان عنده ضغور كبير في صد الكثير من الكرات لكن الحكم المغربي اليوم يعني كان خارج الإطار وحتى الجماهير الموريطانية بعد المباراة صبت جامع غضبها على هذا الحكم وأكدت أنه تعمد ربما أو كان يبحث عن أي خطأ صغير لمنح هذه إلى منتخب بوركينافاسو وربما منح مساعدة منتخب بوركينافاسو لكن هذه هي مباراة وهذه هي كعس أمم إفريقيا والمباراة الأولى تكون دائما صعبة المباراة الأولى دائما صعبة ومجرد تعطر جمال بالماضي دخل مباشرة في أجواء المباراة الثانية أشفنا اليوم تنقل إلى ملعب السلام لحضور المباراة بين منتخب بوركينافاسو ومنتخب موريطانيا مرفوقا بكل من رياض محرز وعيسى مندي رسالة واضحة أنه تجاوز المباراة الأولى الآن المنتخب الوطني ويفكر مباشرة في المباراة القادمة لأنه من الضروري الفوز في هذه المباراة أكيد المنتخب الآن صار يملك خبرة لأنه في المباراة في الدورة السابقة في الكامرون يعني بعد تعادل أمام منتخب سيراليون كانت هناك ربما أزمة أو نكسة أو انتكاس كيف لمنتخب بطل إفريقي يعني يتعادل أمام سيراليون وهو ما أثر على اللاعبين في المباراة الثانية أمام غينية الاستوائية وبعدها في مباراة كوديفوان لذلك هذه المرة المنتخبية يملك نوعا من الخبرة في تسيير مثل هذه مثل هذه مراحل أنه مباشرة بعد التعادل النخب الوطني دخل مباشرة مثل ما قلت في تحذير النفسي أولا للمباراة الثانية واليوم هي رسالة أخرى لأنه القائد رياض محل ستابع المباراة مع الجمال بالماضي بأنه يبقى القائد وصاحب الثقة وصاحب الثقة هو اللاعب الذي قدم قدم الكثير لكرة القدم الجزائية رغم أنه مر جانبا باعتراف الجميع في مباراة أمس لكن لا يجب يعني ربما ذبحه أو تطاول عليه لأنه وزن رياض محلز وأنت شاهدت منذ وصولنا إلى بواكي الكل يهتف بأسم رياض محلز وهو اللاعب الذي يملك شعبيه وليملك ثقل وشاهدنا يعني الأم يوم أمس رقابة لسيقة لعبين مما سمح للجهة اليسرى باللعب والتنفس وخلق العديد من الفرص رياض محلز يعني يملك دور فوق أرضية الميدان حتى أنه حتى إن كان ليس ظاهرا للعيان هذا من جهة التحذير النفسي للمباراة تتنيا من جهة التحذير ربما تدريب أو التدريبات اليوم تسع عناصر فقط خاضت الحصة التدريبية بثانوية الكلاسيكية بقية العناصر التي لعبت المباراة ودخلت احتياطية بقيت هنا في الفندق وخاضت حصة معالجة فيزيائية يعني مع الكيني ومع المحضرين مع المختصين الفيزيائيين حصة استرخائية أيضا واستفادت من راحة حتى تكون جاهزة بداية المينيو حيث تبرمج أنها خبروطة جمال بالماضي حصة الأربعاء الخميس والجمعة بداية من الساعة الثانية زوالا وهو نفس توقيت مباراة منتخب مباراة بوركي نفاصو السبت المقبل أكيد كمال مباراة ثانية أمام بوركي نفاصو توقيت المباراة كما تطررت وتفضلت وقلت توقيت يناسب أكثر منتخب بوركي نفاصو خاصة أنه لعب أول مباراة في نفس التوقيت أكيد يعني منتخب تعود اليوم أخذ أول مباراة وأيضا يعني بالأفارقة يعني عندهم خبرة في اللعب في هذه المباراة لأنهم مبارايتهم لما يستقبلون يعني منتخبات شمال إفريقيا دائما ما يقررون الاستقبال في ثانية ظهرا ليعرفون مسبقا أن منتخب لاعبي شمال إفريقيا خاصة الذين ينسوطون في أوروبا يعني صعب عليهم اللعب في تلك الأجواء لكن متخب وطني مؤخرا بدأ يتعود على هذه الأجواء عاد بفوز من موزنبيق على الساعة الثانية في ظروف صعبة ربما سينالوا تعب من منتخب بوركي نفاصوا في المباراة الثانية إلى عام خاصة للمدار فيلود قتلك انتقد برمجة مبارتين لمنتخب بوركي نفاصوا على الساعة الثانية زوال متتاليتين وحتى نجموا استهم الإنجليز بغنغت خاوغي قال أن هذا هو التوقيت الإفريقية دي كاسومة بفريقيا وعلينا التأقلم معها رغم أن التوقيت صحيح يعني يشكل خطر على اللاعبين أنه حارات درجة حارات تكون مرتفعة ومرتفعة جدا كمالا تقريب من اللعبين يالله خلينا نعتبرها اليوم رسالة تطميل للأنصار اللي شفناهم كان الكاميرون عفوا ما زال في الأدهان كما المهوي اليوم أن الأنصار كيفاش تشوف المنتخب الوطني واللعبين يقولوا تجاوزوا هذا الفوز تعطوا الأول عفوا وبإمكانهم العودة بقوة في المباراتين أمام بوركينا فاصل كيد يعني القوة الذهنية دهو والثقافة اللي يملكها اللاعبين والخبرة خاصة أنه ما لازمش تسرب الشك إلى العناصر الجديدة لأنه اللاعبين اللي يملكون يعني خبرة في هذه المنافسة مجباره الآن على يعني منح الثقة عدم التأثر المواصلة بنفس المعنويات التي كانت قبل المبارات يعني ما هو إلا تعثر في مبارات مبارات سيطرنا عليها بالطول والعرض يعني خاصة في الشعوط الأول كنا قادرين إلى تسجيل أهداف أهدفين أو ثلاثة يعني وإنهاء المبارات مبكرا ولا بكل راحة في الشعوط الثاني لكن نقص الفعالية هو ما جعل المنتخب الوطني يعني يتلاغ عفوا في الشعوط الثاني ويترك المبادرة لمنتخب أنغولا الذي لم يكن قويا بل استغل فقط خطأ في من ضرب الجزاء وعدل النتيجة لذلك لا يمكن لهذه المبارات أن تسرب الشكل لنفوس اللاعبين الذين يبقون مركزين حول كأس إفريقيا وعازمون على الانطلاق مباشرة من اللقاء الثاني منتخب بوركينة فاصل يلا ثقتنا كبيرة فيك كمال مهوي هذا ما نتمنى ونحن للمنتخب الوطني نتمنى أنه للمنتخب الوطني وشكرا لك كمال مهوي كنت معنا مباشرة سي بن طلعاش سمعت تصريحات الزميل كمال مهوي اللاعبين جاوزوا والأمر اللي اسبقني به الزميل كنت حطرح له سؤال وجاوب عليه أن الجمال بالماضي اليوم وجه رسالة مباشرة لكل من من ينتقد رياض محرز من خلال استحابه معه إلى الملعب يؤكد أنه رياض محرز هو القائد والأمور عادية في المنتخب الوطني مش تكلمتك كابتن مباراة ما كانش في المستوى ولكن يقعد ديما قائد المنتخب الوطني اي حدي بطبيعة الحال كابتن نشوفه محرز اي ما تابتا اليوم ضيع أول مباراة مباراة تانية إن شاء الله يكون في المستوى وعادي ترجع الأمور يكونوا واقعيين وكرة القادم كابتن اي صورة أمامنا نشوفه رياض محرز ونشوفه النخب الوطني جبل بالوطني وعيسى مندي شوفنا تفاعل أنصار حتى مع النخب الوطني مع اللعبين رسالة صحيح أنه فيه بعض المناصرين استاءوا للنتيجة وهذا أمر طبيعي أنه آمان كبيرة معلقة على منتخب الجزائري تعطر مكاش منتظر المباراة كيما نقوله نحن بالعامية كانت في يدنا في يدنا صحيح كابتن ولكن هذه هي كرة القادم مرات مرات تخرج على إطار الله غالب تخرج عليك المباراة شوط لو نتبعون دي كورت يكون شوط الأول كنا في المستوى يعني ضيعنا فرص ما نقوله فرص يعني تهديف كانت ناقص الفعالية في التهديف كابتن نقول اليوم جزنا في مرحلة صعيبة ولكن كابتن الحادر ثم الحادر أنا نقول لك المباراة الثانية ستكون صعيبة 100% يكذب عليك شوف المباراة الثانية ستكون أصعب من الأولى أنا نقول لك المباراة الثانية ستكون أصعب فأصعب رح تكون حشمة للمنتخب الوطني تعطر فيها تعطر سلام عليكم كابتن أنا نقول لك تغلط تخلص لكن ممكن تأهلك مازال حضور أفضل أفضل صحيح يا كابتن أنا نحن اليوم نحوص ندير فيجي بيوم بعد نشوف أفضل ثالث وبالك الأخرين أفضل خير منها كي الناس تسجل هدف هدفين هدفين يلا هذا حديث سابق لأوانه اليوم حسابات التأهل مازال مباراةين نتمنى أن المنتخب الوطني يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أحبير نسمع تصريحات الأنصار فيه بعض الاستياء فيه بعض قتلونا الأنصار هدو كابتل ولا هدبحونا وليد تصريحة الأنصار إذا كانت وجده نستمع تصريحة الأنصار ونعود نول أولا ما كانت خيبة أمل كبيرة كان شوط الأول مليح لعبوا مليح يفرحونا كان هدف الأول الله يبارك الشوط التاني كان شوية معلش ما زال عدنا أمل إن شاء الله ما زالوا بزاف وبارايات ونقول لهم وانتوا تريبي فالرجيري تحية الجزائر وإن شاء الله الكأس هذا العام لنا وما زال عدنا فرص إن شاء الله بالك تشكيلة تكون ديفيران بخوشان ماتش وانتو كان المناسرين نحن نحن مراناش معاولين نرحو وانتوا تسوطين نرحو وانتوا تريبي بالالجيري شوط التاني ما فهنا نسران لعبين كان لعبين منتهي الصلاحية نورمال موسيبو كمنا معهم في 2021 مزيزو يجو يلعبو في المنتخب وإذا جاو يخلوهم جوكير يبو عشتخي قربع ساعة تالك جايب أدم والناس صغير جايب لعبين مصغر تلعب لفل كبار مثل لديسنا وطلع وتحب تلعب كدر الأفريقة وتقدر لهم موسيبو مكش كيف يقع حكاية وما زالتنا مباراتي نحن ما نستحزيو بلو مونيطانيا وبركي نفس منافس رقم واحد لنا يعني مباراة ستكون صعبة وتأهل فيها حيكون شبه مستحيل أرات عرب إن شاء الله في دوزيان ماتش أفكا نادريس أدريس أدريس تريس أغريسيف ما يوش نقولو ما يوش نقولو اللعبين بسيفة عامة حطور جليكم في اللرض وضربوا الصبات مازال كين ماتش صح الماتش حي لعب أكاتور زر في الشمس في السخانة ما يلزم هدا كون لازمكم تبانو هدا كون لازمكم تشمخوا المايو تلعبال نفس الشي إزمي يشون جي إزمي يشون جي إحنا تعبنا وجي أنا كأنا يومي مرقبتش بجي تفرج ماتش لقى نسل وجوه كيما كان يحكي لك هذا نفس الوجوه نفسهم كان دي جوال انت هتصالحياتهم كان بار اكزامل كما ما شتعليهم حان عارفوا شوية البالو نورو مو كان يبدأ بزره زره أخي زره أخي يخدم الليب خير من بن طالب بن طالب يكسر الليب بن طالب يسل في الماتش تعاليهم بزاف ما متورناس خلاص أنا نقول لك بيكم صراحة أنا جدو مستع عب الماضي 2019 عب الماضي تعدو من الفنتكات اللعبين المتخبات تعرفوا لخطة لعب تاع الناخب الوطني وراح نلقاوا صعوبة في جل المنتخبات أنا نقول للناخب الوطني غير من نهج الملعب النهج التاكتيكي تاعك خلاص وليت أوراقك كلها مكشوفة جدد الكون شفنا مقابلة كبيرة من المنتخب الوطني وكانت النتيجة متعادلة شي عادي سيب نطلع تبين في الأراء للأنصار في بعض متفائل وقال أنه ممكن يتجاوزوا في بعض آخر حمل مسؤولية للناخب الوطني بكل صراحة هل توافق رأي المناصر الآخر اللي قال أنه أصبحنا كتاب مفتوح على باقي المنتخبات ما نظنش كابتن على كل حال تعطر في كل المنتخبات رم تعطروا اليوم ولكن كلام في حتى نذكره خمس منتخبات عادي عادي كابتن مصر غانا نيجيريا الكاميرون والجزائي كلهم تعطروا في أول مبارا كابتن الفريق المصري عد النتيجة فوق التسعين في السبعة وتسعين عد النتيجة هل لنا في السؤال أصبحنا كتاب مفتوح للمباقي المنتخبات لا غير ما نقولش كابتن هكذا أنا ما نقولش كيماد الأنصار لا إنسان يكون واقعي بالماضي من أحسن مدربين في إفريقيا قدم الكثير المنتخب الوطني ولكن في التغييرات ما كانش في المستوى ولكن لازم نغيره طريقة اللعب بتاعنا كابتن لازم تتغير أنا قلت هاو نعودها هاو نزين نقول هاو نزين نعودها لو نجلس معاه هاكذا نقوله الطريقة لازم نصيبه الحل وصل ميدان وطريقة اللعب سيستام دوجو لازم يتغير كابتن لانا كابتن سيستام دوجو هذا اللي تفضل كالآخر اللي تكلم سيبري دانك وطني نجي معاه وما نحبش نجي معاه كابتن نجي معاه وما نحبش نجي معاه لازم نجي معاه وما نحبش جي معاه سيبري سيب محرز منه وبليلي منه دومي لزيزنا في ستيسة بو نجح هنا ستيسة ميدوكل كين ديز انتيرفال كين تدخل في الوسط كين في الارويقاء سيب نطلع نكون معك ساريه بطريقة أو بأخرى أراك تؤكد أنه أصبحنا كتب مفتو لا لا يوجد مئة في المئة لا كابتن شوف واش قدمنا في الشوط الأول كنا في المستوى كابتن كنا ضيعنا عدة فورس هديك هي الطريقة شوف الشوط الثاني نقص لوريت نقص لوريت نقصت كابتن شوف تحبش تربح المباراة كابتن كي تنقصلك لغري سي بيتي في إفريقيا ما درتوله كابتن تنقصلك لغري سي بيتي ما درتوله يغلبوك لك حولها هذو صبات كابتن هذو تعصبات هذا لازم شوف تدخل فيه قبل ما يدخل فيك تبكيه قبل ما يبكيه هذه هي إفريقيا شوفوا الكرة التالية تغيرت إفريقيا فيه لعبين نشتق بطولات أوروبية نشوفوا المنتخب السينيقال نشوفوا الكاميرون كل أسماء حتى المنتخبات شوف اليوم كل منتخبات نفسها كل منتخبات تمتلك لعبين أقوية صحيح لكن ثنيا ومهاريا لعبين مميزين ما بقاش إفريقيا السابق لا ما بقاش إفريقيا كيف لا يعني أنت كمنتخب جزائري صعب إذا نبقى ونحججو بالبنونية المفولوجية لا 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 أنا ما قلت لك شاء قلت لك لاغريسيفيتي كافتل ماوجدت البنونية الجسدية نقول لك واحد طويل واحد قسير واحد عريض لا قلت لك سير لاغريسيفيتي تحب تربح مبارا لازم تحب كيفاش تحب شفنا في الشوت الأول كنا أننا أتوا برمي في البالون للدوزيين بالنوزيين لنا نتوا برمي ون دوزيين طوال يوسف عطال ما شفناه شيكا العادة كابتال ما قدمش الإضافة القدام البعض يقول لك لأنه يوسف عطال كان الأداء تعمور طابت بأداء رياض محرس سلمان كل وار عطال يوسف عطال قادر يساعد محرس في اللي قطع اليوم شفنا واسمه محرس ما كانش الإضافة بس صح لو كان عطال طلع ومد الإضافة المحرس يزيد يبان بنفس الشي زي طريقة تعود زي تساعده ولكن المشكلة عطالي ما كانش في المستوى كابتال ما هي أسباب التعادة لا أسباب تعودوا نقول سيكوني كتير فحنا خسرنا كامل ما نحصله لا في إيكس لا نحنا مش نحصله نبحثوا عن الأخطاء من أجل تحسينها من أجل إيصال النقائج لعانا من هالمنتق حتى يمكن على الأقل نصلحه ما يمكن تصلحه سهل حال كابتال الله نربحه وسهل حال يدخلنا عوار في وسط ميدان وسط ميدان عوار يلا تشكيل عطينا التشكيل تشكيل اللي أنت شفها أنها مثالية للمنتخب الموطني شوف كابتال شوف كابتال عوار يدخل في وسط الميدان تنتهنهم المشكلة مكان من؟ مكان عشايبي سلام عليكم خليها كما راهي يعني أنت راضي على أداء بنطالب والله غير راضي ميفلم يا كابتال والله غير راضي ميفلم يخلينا بالليلة كما راه يلعب راه مليح ونفس الشي بونجح راه في فورمة أحسن دوك الإنسان كابتال ديوم ما رك في فورمة علش نخرجك كابتال شانجي بور شانجي علش دوك نشوفنا بنا واسمه بغداد بنجح لو سجل هدك الهدف الثاني هذا عالمي كابتال أو في فورمة ما شاء الله أنت تحدثت على الأسباب وأنا أريد أن أسمع تصريح الناخب الوطني جمال بالماضي عفت لا هح نعود لك وأسمع منك الكثير وليد لو يعطينا تصريح الناخب الوطني اللي تكلم فيه عن أسباب التعطر أيهاه تصريح التعطر نكتصو من قليل،年تو قوم بقوى وموضع المعارضة، عندما يزدعون من قليل، من المستخدام، ومن المسابطة من المقابل، لكنكن من توجد الجديدة. وهذا حيث يتكلمون على الأفضل، ويكون هذه الأفضل لأن ذلك باقضاء المقابل لأحساسي، كان صريح دفعنا زمن الوقت الضيف تواجهنا في الموبرات شعو تاني شعو تاني خطأ سجلوا علنا ضربة جزاء كنا قدرين كنا قدرين دربة الجزاء لكن كنا قدرين سجلو ولكن ما كانواش فورس باش نسجلو شعو تاني ما كان شفورس سواصل المعاك الآن يرفع على مسامعنا وصل وقت صلاة العشاء بتوقيت الجزائر وضواحها مشاهدين مجددا لاستكمال حصتكم صدى الكان كنا نتحدث مع ضيفي الكريم دولي السابق فيصل بن طلع عن المنتخب الوطني عن الأمور لممشتش في أول مباراة حدثنا بإسهاب شفنا الناخب الوطني قال كنا توقفنا عند الناخب الوطني وأكد أنه الأمور أنه المنتخب الوطني ما استغلش مليح لوقت القوة التاعو ووقت الضعف التاعو خلصناها مباشرة توافق الرأي في هذا الأمر لا صحيح صحيح وشو يتكلم الكافتن أنا أقول اليوم كانت عندنا فرص معرفنا شكل الفعالية كانت ناقصتنا في الشوط الأول مرضوط جيد جدا مستوى لعابين كانوا في القمة هجوميا أو دفاعيا أو ميدان ولكن بعد دخول شوط تاني كان انخفاض كامل منتخب الوطني نظر في هذك الأمور الفراغ اللي سجلوا علينا الفريق الخصف نظر يعني كورت القدم هذه هكذا تمشي مرات تعطيك ومرات ما تعطيكش الفعالية كانت ناقصة نقول لي لما زلتنا مباراة تانية إن شاء الله لعابين يركزوا تركيز أكتر فأكتر الحادر توم الحادر في الشوطة في المباراة تانية مع بوركي نافاسو لأن مفتاح هذا المباراة هو الفوز توم لو نفوزوا في هذه المباراة عندنا أربع نقاط نجوزوا 100% إن شاء الله مصرية مباراة بوركي نفاسو لازم تكون مصرية أنا لو كنت في مكان بالماضي نقولهم فانكر ومورير هذه الجزائر فوق كل شيء فانكر ومورير لأن هذه المباراة تربح تحل قلبي بنت تنسى التعطر تولي في معنوية مرتفعة يعني عندك إمكانية كبيرة والناخب الوطني أدرب هذا العمل تعهو في جانب سمعنا اللعابين عندما خرجوا من غرف الملابس قالك تحدثت معنا المدرب وكل منه وعطة الفعلهم معنويات أنا نظن جمال الكابتن جمال بالماضي عارف اللعابين تعهو كيف يحفزهم أنا نقول تعطر يعني ما نقولش صح تعطرنا ولكن كنا قادلين نفوزوا ونفادوا هذه الدغوطات هذه اليوم يلا خلينا نروح المباراة بوركي نفاسو أمام منتخب موريطاني اليوم منتخب بوركي نفاسو فاز بهدف دون رد من ضرب الجزاء راح يجيب حقص وفيها حتى حجزات كبيرة على التحكيم من طرف الأنصار ضربة الجزاء البعض حمل الحاكم المغربي مسؤولية هزيمة المنتخب الموريطاني اللي سي خليص البنطلعة قدم مردود جيد مردود جيد مشاركة نقوله قوية في أول مباراة اليوم يأكد أن المؤمورية راح تكون صعبة للمنتخب الوطني يعني يتغيروا المباراة اليوم نشوفوا المباراة كل مباراة عندها قيمتها عندها اللعب تاحة عندها الضغط تاحة يعني يتغيروا المباراة أنا أقول اليوم المباراة كانت جميلة فريق الموريطاني أدى مباراة في المستوى يعني كان يعني ما نقدرش نقول لك ضربوا التحكم بكل صراحة في ضربة الجزاء شوية كابتن شوية كان قادر ما يسفرش في هذا ضربة الجزاء ولكن يعني الحكم أدرى بها ويقولوا كابتن عندما تكون دخل الميدان يكتب عليك كيمة نحن نفس الشي كابتن كانت عندنا فورصة ضربة الجزاء ما أعطاننا كابتن ونفس الشي ضربة الجزاء سامحني كابتن ضربة الجزاء اللي ضدنا كان قادر ما يسيف ليش الحكم كان قادر يرجع للفار ما يرجعش للفار كابتن ما يرجعش للفار الحكم الحكم يعني الفريق الأنغولي كان بيخشون عدة مرات تعادلنا بسبب تحكيم لا ما نقول له لا لا كابتن شوف تعادلنا فريق الخصم كان في المستوى ولكن الحكم في ضربة الجزاء كان قادر يرجع للفار ما يرجعش للفار كابتن كان قادر لو ربما يرجع للفار يقول لك ما كانش ضربة جزاء هذه كورة القادمة لازم ترجع للفار كابتن وعليش حنا تانيك نقول لك باللي تضلمنا تانيك نقول لك تانيك تضلمنا تضلم الفريق المنتخب تعنا ولكن كورة القادمة هدية مرات كابتن الحكم كيكون في ذلك الوقت في ذلك الطائمين في ذلك اللحظة مع المباراة يغلط يصفر ما تخلصت نسمعوا تصريحات بعد مباراة منتخب بوركينا فاصل موريطانيا تصريحات اللعبين حول هذه المباراة ونعود نقول للحديثات في المحادثة أنا أعزي جدا لذلك العظم ليس لأمي القادمة لأمي كبيره لأمي كربتن بأن أقل العظم دراسة حاليا وهو الأمر معلومة ومن هناك في المعامل أعيش أنت تزالي وستوى بحيث وقد بحيث أنت ودتترى من الأمر إنه مؤسسة ومعنية نحن ن aspir بالتبع كريويا نحن ننبدأ هذا نحن لا نحن لمجته نحن لم نكن أعجب حسن نحن نرث جمعين نعن أعجب كثيرا أنهم مدلون نحن نرى العثور يرجن نحن نسيطة لات هذا الراحة نحن من مجردد جمع نحن لحفظ وضع إلى المنزل لمجهنا لا يتفع لا أقل إنه لا يتفع لذلك يجب أن يكون لدينا ممارسة وقد فعلت ممارسة جيدة تشد من الند للند ولعب مباراة جميلة جدا هذه هي كورة القادم وإحنا قادرين نرجعه عادي كابتن إحنا الجزائر وعندنا لعبين ممتازين قادرين يرجعوا الكفة في أي لحظة عارف بلي إن شاء الله المباراة تن يحتكون في المستوى ولعبين قادرين يرفضوا التحدي باش يفرحوا الشعب الجزائري لأنه إحنا رأنا وراء المنتخب الوطني وراء المدرب نتمنى وكل خير لازم نوقفوا معهم في الممو مباراة تانية رح تلعب في جزئيات كابتن أنا نقول لك تلعب جزء لازم إن شاء الله ناخب الوطني يحررهم يعطلهم يعني الحرارة هذه هذه هي اللي يخصت شوية اليوم الحرارة هذه اللي يخصتنا أنا نقول في المباراة تانية إن شاء الله يكونوا في المستوى باش يقدموا الفوز الأول فوز للجزائر كابتن يكونوا نتحتوا على منتخب موريطاني وعلى الظلمهم في التحكيم نستمعوا لأنصار منتخب موريطاني اللي تحذتوا عن الظلم التحكيمي الذي تعرض لهم منتخب بلادهم في مباراة بوركينا فاصل يوم فوز يوم خسارة لكن نحن بنساند المنتخب وعندنا منتخب كويس وهي دراك الجزاء والله فيها الظلم والله هذا الحكم المغربي ظلمنا حسيب وكيله الله ظلمنا مش لك الجزاء اللاعب ظلمه برجله كيف يعطي لك الجزاء هذا الظلم والله حرامه نحن نحتج على هذا الفار نعلت الله على الفار والحكم وكل شيء نحن نحن النتيجة كانت 0-0 الماتش سالق 0-0 تحية موريطانيا تحية الجير تحية الجزائر تحية الموريطانيين رقم الموريطانيين عدلوا آداء جيد ما شاء الله رقم تقنية الفار هذه تقنية ليست دقيقة لنسبة لنحن كمشاهدين ونرجو للموريطانيا توفيق في المباراة القادمة ما شاء الله وتعالى نالذى رقم موريطانيين عددت انه شعال لي نغادر أنها مطرعًا كفا مطرعًا لسلك ما وإتعل ذلك لس Charge التصدق ستغير المزيدة مساونا المزيدة المزيدة مزيدة ستغير السطدق ستغير 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر